موسيقى على مسرح الفرير الجميزي من الخميس للأحد روزي يازجي عم تلعب سولو ريمة مين ريمة بس أكيدنا نتعرف بس مين روزي يازجي كمين أهلا وسهلا فيك روزي ريمة منعرفة هي كاركتير يعني تجو أضح حبه أنه يكون متمثل فيك وأصاب بس مين روزي بالأول أنا درسي أساسا تمثيل وإخراج باليسوعية مثلت فترة بأول فترة من بعد ما تخرجت مع ألين بيسون وروجي عصاف وزياد رحبيني ورجعت نقطعت فترة وتجوزت وبين الأولاد وهكي وهلأ رجعت تحب كنت أشتغل أرجع بالدمان وتلاقيت بيتجو داحة بالصدفة طيب اللي بينقطع هالقدة عن قد ما كانت الموهبة مهمة وقد ما كان الشغف كنا اليوم عم نحكي الصباح عن الشغف قدية مهم قدية يعني بيضال موجود شي مطرح بس فيه فجأة يرجع يطلع كل هالحرافية يعني بي مسرحية يصولوا على المسرح على اسم جو داح يعني فيه مسؤولية كبيرة يمون أكيد أول شي بد يكون أنا عندي شي أساسا تحت هو يجي إلي والتاني شي بده هو يكون بيعرف يطلع وكتير اشتغلنا وكتير رجعت حطيت حالي يعني بالجو لأنه كنت مظبوط بعدت بس دايما وقت يكون في عندك شي أساسا بده يرجع يطلع وبيساعدك يلي عم بيشتغل معك اللي معك إذا ما بيساعدك كارثة ما بيقدر يطلع كل شي منيك بس هو كتير حسيت أنه ظهر مني إشيا حتى حسيت بالماتوريته هلأ أكتر من قبل بطريقة شغلي مع جو مسرحية يعني ساعة وربع فيها ما بعرف كم شخصية فوق العشرين شخصية لا مش هلأد لا بس هي بترجع بتستعيد كذا شخصية من الماضية مظبوط يعني أنت عم تنقل من شخصية لا شخصية لا شخصية في منهم برجع بحكي عنهم حكي بخبر وفي منهم برجع بمثلهم بقلدهم كيف كانوا يحكوا إن كان جوزة المعلمة بالمدرسة الخدمة إلى آخره فيه بسيكولوجي بالمسرحية أكيد أكيد فيه بسيكولوجي وأنا بلاقي أنه جوعة طول بيشتغل على هذا الموضوع وبيفرجيك شوي بالحياة اللي نحن منعيشها قديش فيه أشياء غريبة تعودنا عليها صارت بالنسبة لنا أشياء كتير عادية وكتير طبيعية ويعني بيستخدم هاي دول الأشياء بطريقة فيها شوي تسخرية وهذا الشي الناس اللي بيحبوه لأنه بيحسوا حالهم قدام ساعة وربع إذا ما تحكنا إذا ما خشينا بتضحك يعني فول فلد من ما نحس حالنا وهيدي شغلة ما نهاينة أنه يقدر اللي عم يلعب على المسرح أو يلي كاتب نص معين يخلي المشاهد على ساعة وربع دون أنه أنت عايحس حاله مأخوض ومعبة وهيدي شغلة كتير ساعدة أدائك بشكل كتير لأنه أداء آسر فعلا أنه المشاهد اللي بيبقى عادوا كل الأعمار كانت موجودة يعني أنا كتعب بحضر لبرميار كل الأعمار كانت موجودة الكل كانوا فعلا مأسورين لما خلصت المسرحية ما حدا قام يعني في أنه ما حدا فرقيني معه بيقوم بفل في رح نقف كلنا ونزقف نصف ساعة في بوش باي يعني الناس قعدوا ضلوا ديقتين ناطرين كأنه ما بدون يها تخلص كأنه بعد بدون يفهموا أشياء صح في أصحابي يعني فيهم ما يقولولي هيدا الشي كتير من أصحابي قالولي كنا حيبين أنه ليش خلصت ليش مش ما بعد يعني ليش ما بتكملي بعد أنه حسوها أصيري هيدا الشي كتير كتير بسطني يعني أنا ما فيك تتصوري قديش كنت خايفي بالأول وعطليني هام إنه شو رح تكون ردة الفعل بروميار كانت شي كتير مريح لألي وهلو مجر بعدين بالأيام اللي أجت بتصير أهيان بعدين مش عطول لا أوقات بتصيري بفكرة حالك إنه تحسيل حاصل بتخبس كتير بترجعي بتشتغلي على نفسك عن جديد لحتى ترجعي تعملي أحسن كمان من قبل صعب علي صدق أو يعني يعني أو تصور كيف معقولي الشخص يحفظ ساعة وربع حكي متواصل وأنا كمي صعب علي يعني ومش كتبون يعني غيره كتبون بعض أصعب وأصعب وأنا بالذات لأن أنا معروفة إنه كتير بنسى وكنت كتير خايفة من هيدا الموضوع بس قد ما بتعديهم بتعديهم بتصير عنديك فيه ربار براسك إنه من ورا هالكلمة فيها شوي شوي ونسيت مرتين يعني على المسرح شو بتعملي مرة رحت وجيت كذا مرة لكانت رجعت ومرة صرخلت جوا من المسرح وكونه هو المخرج يعني حط حاله محل المخرج كانت كتير مهضومة بس ما حسوا في كتير ناس ما عرفوا أنه مش بالمسلحية لأنه فيه كاركتر بالمسلحية لهو المخرجي اللي ما منشوفه صح أنقذني كان أنا دوره هنا خلينا نشوف بعض الصور آه منشوفهم بعض الصور حتى الكوستوم رح يتغير مع تغير الكاركتر ولكن بسيمبليستي فزيعة يعني أكسسوار صغير خلينا نقش على المشهد مختلف كليا الوقت ما في ديكار يعني في أنت وهالكرسي تركيز على التمسيل والناس ما كان عم نفهم الكرسي شو عم تعمل هون هاي دي كرسي تجاوزة أهمنا بعدين بس أنا ما كان فيدي خبر بسيطة بس أنه أكسسوار صغير كمانا كان عم يقدر يخلينا ننقل من مشهد للتاني أو من تعبير لك لأنه هو أكتر شي كان الهدف أنه يكون التركيز مش على شو لابسي التركيز على النص على المعنى النص هيدا ستايل جوء دي حتى الفعل وعلى شو على التمثيل أكيد أكتر شي بس هوني كمان أصعب وأصعب أنه التركيز أنا ما بقشع شي بالمسرح إلا أنت لأنه هو حيبي بيتركلك هيدا الخيال يعني أنت تتخيالي مش هو يفرجيك كل شي بغير مسرحيات بيكون مثلا أن الهدف أنه يكون فيه تابلو بس استرس كتير كبير على الممثل أكيد كتير ما كنت عارفة أنه هالأد على فكرة أنا بس شوف مثلا غيري عم بيمثل هيك ستيل حسة أنه هيني أنه أهيا حتى من التمثيل عندي اليوم أنا قاعدة قدام الكاميرا وعارفة أنه فيه أخد نفس لما بتطلعي أنت على السكرين أو لما بيصير حيالة شي في ستوديو فيه أخد نفس أنت ما فيك تاخدي نفس على المسرح بتخلص المسرحية راسي هيك وبتحسي حالك بيجي بد نام ما عم بقدر نام بتحسي هالأدك أنت بتكون كتير قوية أنه دائما رادي صح وبديك تعطي المكسيموم اكتشفنا كمان مغنية مؤدية على مستوى كتير عالي وحلو وبدون ما تقلدي يعني مش عم بتقلدي المغنيين يلي عم بتغني لهم عم تكوني أنت يعني عنديك موهبة كمان أنا وقت خلصت مسرح كنت أحب كتير أنه كمل بشي إله علاقة بالمسرح يعني حس أنه فين يغني يكون شي متكامل يعني إذا عرض علي شي مسرح كمان درست ترجع بهذا في المسرح يعني درست المسيقة صح درست ترجع تكملت بشان تلاسيك أخدت بالكتب هالشي راح يعني عطى بعد آخر لها المسرحية يعني كنا راح نحضرها بنفس يعني وناخد نفس العبر ونضحك بنفس الطريقة بلكة بدون غنية ولكن الغنية رفعتها كتير كمان وعطيتها استعراض كتير كبير عطول كل شي موسيقى وغنى وهيك بيعطي للمسرح بيعطي غنى زيادة عطول انت واسقك انت من حالك بس على المسرح انت وعم بتغنى وكأنه صار لك بتغنى سنين يعني انه قد ما يكون الواحد واسق من صوته لما بيكون عم يغنى لأول مرة وما عارف شو ردي تفعل الناس حتكون الشغلة صعبة انت كتير كنت واسقك عم تمثل انه واسق من ناحية عم تمثل انه واسق بس من ناحية تانية الرياكسيون طبع الجمهور ساعدتنا شفتي لو الجمهور مثلا كان كتير مش عم بيتجي وابقوا حسيتو مش مرتاح ولا مبسوط ما كنت ممكن هالقدة كنت مرتاحة بس كتير ساعدنا هيدا الرياكسيون طبع الجمهور لحتى اعطي المكسيموم تسجيد تسجيد كل كاركتير بهالمسرحية واللي ريمة بترجع بتشوفهن وبترجع بتخبرنا عنهن كمان كتير فيه تفاصيل دقيقة فيه تفاصيل اوقات من الحياة ويلي دايما نجو بيقدم لنا اياها بتكون بتعرفيهم كنا عم نحكي قبل شوية ومعود عليهم وما بقى تقشعيهم وما بقى يعنولك شي بيرجعوا ببينوا بمسرحية من هالنوع بيرجعوا للذاكرة وبيرجعوا بيعملوا شي بمشاعرك بيدحكوك بيزعلوك بيرجعوا يذكروك بمعانات اوقات بس هون هالتفاصيل لحتى لي ما تكون عم تجرح حدا بطريقة يلي عم تأديها فيها منا هيني لانه كمان بهالمسرح فيه كتير من هالكاركتورات اللي انت عم تلعبية ايه فيه هلأ هو جوه وقت اللي يكتب عادة بحسوا انه نصه بيكون كتير سليس لدرجة ما فيه يعني عن جد شي بيجرح يعني حتى فيه اشي انا بضحك ع حالي فيها لانه بلاقي حالي بيكم مطرح بالمسرحية ويكون كتير مبسوطة انه عم بضحك ع حالي فيها ما بنزعج ما فيها لانه تجريح متل ما عم بتقولي فيه حتى اشي المجتمع كله ككل بيعيشها عادة منرجع كلنا سواء انا واصحابي اوقات منضحك عليا مثلا انت اعطيك مثل الزومبا انه قديش هلأ الزومبا شي مهم صار يعني انه انه اذا مش عين بتعملي زومبا يعني ما بتكوني ان ابدا ما بتكوني ان لدرجة راح فيها لدرجة انه اذا ما عنديك ميجران ما بتكوني حتى ان هلأ مش ان بالمرة على كل حال بتصور انت مش ان مش حصيتك ان ابدا اللي بالمسرحية يعني انه قدي بديك تعملي اشي اللي حتى تكوني ان بدك تعدين ما بقى قديت على شغلي مش انت عامل شغلي وبيمشي الحال بتفوتي بالجروب بس كمانة يعني فيه مواضيع معينة ألقي عليها الضوء بهالمسرحية فيه اكتر من مواضيع انسانية مواضيع العلاقة بالمرأة ككل باللبنان بالجنسية اللي ما فيها تعطيها لأولادها كون مرأة بكذا موضوع بموضوع المرأة مش ضروري اللبنانية موضوع الخدمة اللي هي كمان بتعاني بالمجتمع عنا خاصة فيه ناس أكيد بيكونوا هني عم بيعينوا من الخدمة يمكن بيكون فيه بس دكار لا هي بتعاني وينما كان بس نحنا منحبش نجلد حالنا أكتر شوي كامل لا صح مظبوط وفيه كذا موضوع بيحكي عنهم بالمسرحية وجديين يعني بس أخدهم بطريقة فيها سخرية شوي ريمة لكي نعم تلعبها روزي يازجي على مسرح فرير الجميزي كل يوم من الخميس للأحد الساعة تمامة ونص على قد مظبوط دقيقة بمعيدة ريمة جميلا أنا إيه مباعي أهلا وسهلا فيك نحنا كثير مبسوطين أنك رجعت على المسرح وجعنا تعرفنا عليك من أول وجديد تهانينا لجوء ضيح لأكتشاف وإعادة اكتشاف موهبة منها نطرين أقوله كمان على المسرح بس كمان نطرين منك شي جديد بتتعاون مع الجول بتصور شكلته ثنائي كتير كتير ناجح مرسي كتير مرسي لألكون عكل شي أهلا وسهلا فيك شايديني نوقف هلأ ونرجع ونتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر